أعلنت وزارة وصحة وسكان إطلاق 38 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية خلال الفترة من الأول إلى الثامن من يوليو الجاري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأوضحت الوزارة أن القوافل الطبية يتم توجهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجاً مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقات من فيروس كرونا وأي أمراض معدية وأشارت الصحة إلى أن القوافلة تضم كافة التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوفر بها كافة الأدوية كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة